شايفك كده مستعدة لسؤال فضل دلوقتي هو ليه حرام البنت مثلا اللي هي الكوثر اللي قلتني عشرين سنة لو جالها من حد رسائية لازم سفر بمحرم السفر بمحرم أو من غير محرم ده النبي حلها لك ولما جاله خباب ابن الأراض وقال لو استعرض بنا هذا الوادي يا رسول الله قال ألا إني رسول الله ولا ينصرن إلاها حتى تسير الضعينة الضعينة يعني مسافرة اسمها كده في اللغة العربية حتى تسير الضعينة من مكة إلى صنعاء وفي رواية من مكة إلى الحيرة الحيرة هناك في البحرين لا تخاف إلا الله والذئب على غنمه يعني مسافرة وحدة فالعلماء قالوا هو الطريق آمن ولا الطريق فيه قطع طريق وفيه ناس تعتدي ومحتاجين فيه إلى حماية والسلاح وكذا لأنه ملاقي الطريق آمن ما خدس أبا روح المطار أركب الطيارة أروح في أي حط يبقى إذن يجوز للبنت أن تسافر وحدها وما ليه حكاية من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر لا تسافروا فوق بريد إلا معها محرم دي قضية أمن دولة خضايا أمن الدولة كانت إزاي البنت تروح لسا الأمن مش موجود كل اللي حوالين المدينة عايزين يقتلوا المسلمين فتسافر فتتخطف يجوا يقولولو يا رسول الله البنت الفلانية تخطفت ما يبادش الليل لازم يجيبها في نفس اليوم يلا يا أخينا أنت وهو جاهزوا العساكل والكتيبة وجروا دوروا على البنت دي شوفوا في أن حتة وقاتلوا وهاتوا هالي لما تكرر ده مرة اتنين تلاتة أهلا الله وبعدين نحن فضي لكم ده كده أمن دولة بنت تطلع يسرقوها ويخطفوها وبعدين أنا أجرق طبعا وكده القوة بتاعتها تتشتت فرح أيل العبارة دي فإذا أمن الطريق جاز السفر ما أمنش الطريق وكنا فيه حاجة شبيه ده يبقى لا يجوز إلا بهذا فهو أمر سموا العلماء معلل